السلام عليكم ازيكم حبيبا عملينا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سورتيت شي جديدة وسهل وان شاء الله هيا ديبكم بستان ضوبل فيس 4 سنتي الاول هنجيس الستان هزبط الفيونكة بحيث بمناسبة لعمر الطفلة بسأل الام الاول انت عايز الفيونكة كبيرة او صغيرة وعلى هذا الاساس انا ببدأ ان انا اجيس الستان بتاعي هنا انا هعمل الشريطة الوحدة 25 سنتي هنعمل فيونكة عادية خالص هنلزج الاتنين في بعض مفيش اسهل من السورتيت دا وكان من اكتر السورتيات اللي اتطلبت مني على الجروب بتاعي ما شاء الله يعني بجل حوالي 4 سنين بيتطلب مني بسبب ان هو بسيط وشيك خالص وكمان تكفيله كويس يعني مفيش شغل كتير هنا انا بحاول ان انا خلي الاتنين جد بعض هتكلم معاكم برضو في انواع استيك السورتيت فيه اساتيك كتيرة اشكال والوان فيه استيك بتلاقي فيه مطة كبيرة خالص كده وفيه استيك بتلاقي مطته الى حد ما كويسة مناسبة للراس وفيه استيك بتكون مطته جمدة شوية فاحنا احنا اللي بنوازن احنا اللي بنزبط واحنا اللي بنزبط مجاس راس الطفلة لان يعني مش هنمشي على جدول وخلاص لا احنا ناخد بالنا ان فيه استيك فيه مطة كبيرة خالص فده هنجل فيه شوية السنتيمتر يعني مثلا لو مجاس محيط راس الطفلة حوالي 34 أو 36 أنا لاجهة الأستيك ده فيه مطة كبيرة خالص هنبدأ إن أنا إيه نشيل منه كم سنتي نشيل 3 سنتي ولا 4 سنتي وبالتالي هيكون معنا مجاس جديد خالص نجي بجل طريقة الوردة نعمل مسلس بالشكل ده كده هنحط الشمع بعد ما نحط بنعمل المسلس هنحط الشمع بالضبط تحت مش هنحط فوق أي شمع يعني بتبعز أدقة شوية لو ما عندكيش لو صعب استخدام إيديك هتستخدم الجفت الجفت برضو هيساعدك خالص لو قعدت تلف حوالي الوردة كده هتطلع معاك جميلة نتني واللف تمام؟ نتني واللف إنتي لو أتقنتي إلا في النص ديت إن شاء الله يعني إن شاء الله الوردة هتطلع معاك جميلة خالص وكمان مش مشكلة شكل الوردة من الأطراف أهم حاجة لو في النص شكلها ملفوف كده وجميلة الباجي مش هيفرج معاك خالص لإن هي أهم حاجة إن هي تكون من النص شكل الوردة الباجي باجا مضلع مدور مش هتفرج أهم حاجة تطلع معاكي إيه وردة من النص إتقنك لها كذا مرة يعني لما تعملها كذا مرة هتتقنها إن شاء الله لإن أنا ما وصلتش للمرحلة دي غير لما عملت وردات كتيرة بكل المجاسات أربعة سنتي واثنين سنتي وعملت من الوردة ديه طوج كبير طوج ورد من الوردة ديه يعني طوج بس عليه حوالي عشر وردات أو اتناشر وردة من الوردة الصغيرة دي كان شيك جدا وعجب ناس كتير خالص وكان اللي بتلوه مني معظمهم الأمهات فكتر شغلك للوردة دي والله هاتي جميلة جدا وصراحة بتوفر عليه إن أنا أشتري ورد فوم أو ورد جاهز بحب أحطها وبسيطة وشيك إن شاء الله تعملوها وتطلع معاكو جميلة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم بحاول إن أنا أحط شامع بسيط جدا يعني أنا بضغط ضغطة بسيطة جدا بمسادس الشامع بحيث الشامع ما يطلباش كتير وما يلاسوعش إيدي وفي نفس الوقت يعني الشامع ما يكونش كتير عشان ما يطلع عليش بره الوردة ويبقى شكلها مش حلو من فوق أهم حاجة الشامع يبقى بسيط وفي نفس الوقت الورد الشامع نفس يكون من تحت تحط شامع من تحت بس يعني أنا بحط كمية شامع وبعدين ألف وهكذا بالمحاولات إن شاء الله هتطلع معاكو دايما لازم يكون عندي في الخمات بتاعتي أي لون أخضر أو زيتي أو جنزاء اللون اللي هو بستاج الألوان ديت عشان أعمل بها وراج الشجر برضو فراشة ممكن نزين بيها برضو السورتيت ده بنفس الطريقة هنشيل البوز اللي تحت بتاع الوردة ده عشان ما يتوجعش من العسورتيت وهنلزج الوردة كده فاضل معايا بس الضنطيل اللي نازل من تحت أي نوع زينة عندك ممكن تنفع لو عندك ريش تحطيه برضو هينفع دي ركامة بتتبع عندي بتوع الخمات المتر بجنيه تجريباً وديت كونت شريعة من حرط المزين ده دنطيل شيك جداً والله إحنا حتى يعني عايزة شيل الكمية اللي عندي دي عشان ما تخضرش معايا تفضل عندي فترة ده حتيتني كده بتكشكشي لو عندك إبرة وخيط برضو ممكن تفع أنا بعملها بالشامع عادي كشكشها بالشكل ده وتلزجها من وراء الفيونكا شكراً نسيت أقول برضو إنك لو عندك أرجانزة مليها الاربعة سنتي آآ البيضة اللي من أبيض هيليج معاها برضو أرجانزة أو ستان أبيض أو واريش أو فارو أي حاجة تدي زي إيه زي حاجة كلاسك كده شكلها حلو في السورتيت آآ الفيونكا على شكلها ديت ممكن تتحط عليك لبس أو طوج أو أستيك كحك أو كده بص أنا بوريكوا لو اللون تاني بس مش هينفع بينك طبعا لو ستان برضو ممكن تستخدميه ودي تلقيه الركامة أي حاجة متاحة عندك المهم إيه يعني لون مختلف عن اللون البينك آآ عن اللون اللي انت هتعملي بالوردة يعني أو الفيونكا شكلها فعلا بالركامة طلع جميل آآ هنا تجريبا أن كنت بتخنك مع أستيك السورتيت آآ كنت بحاولي أنه ظبط مجاس راس الطفلة اللي أنا اللي ببالي يعني كطفلة لسه مولودة أو كده بمحاولاتك كتيرة في أستيك السورتيت اكتشافت أنه فيه أنواع تجريبا أنه فيه فض من النص ده بيكون فيه مطة كبيرة اللون الأفوايد من الأستيك اللي هو البينك ده لون الأفوايد أو الأبيض بيكون فيه مطة كبيرة جدا آآ كذا حد من الزباين يطلب مني أفوايد وبعدين أدهوله ألاقي أن المطة تقولي أن السورتيت كبير جدا عليها واكتشف فعلا أن المطة كبيرة البينك ده إلى حد ما كويس مطته كويسة آآ زي ما وجلت لكم اللون اللبني اللي أنا عرضته في الأول اللي فيه مطة اللي فيه شرطة دهب في النص ده ده مطة قوية جدا تمام فيه منه بينك ولبني تجريبا أنا كان عندي لونين دولات آآ والقويت والأبيض من الأستيك ده ده مطة قوية خلص فأنتي وأنتي بتزبطي باجي حولي إيه تشيلة سنتي أو اتنين من المجس المعروف بتاع الجدول هنزل لكم الجدول في صندوق الوصف هتلاجوه على جروب الفنانات الهندماد إن شاء الله وإن شاء الله يعجبكم الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو هنا هنجفل باجي للسورتيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر